أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام مستشفى الأمل في خان يونس بغزة وتأمر النزحين والطاقم بإخلائه تحت تهديد السلاح في غضون ذلك قال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة قال إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني مشيرا إلى نفاذ الطعام عن الطاقم والجرحة والنزحين في المجمع واضف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف هذا أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26751 فلسطينيا بالإضافة إلى 65636 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي